وعد يتجلى بالنور والقرآن لنا دستور بلسان عربي جاء يدعون لطريق النور نبحر بمعاني القرآن بالفرحة نطوي الأحزان والخير لأجل الإنسان يرسمه القول المأثور يرسمه القول المأثور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بعيث الحق الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة والتابعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الإخوة والأخوات المتابعون لنا عبر أثير هذه الفضائية والمتابعات أحييكم بأجمل التحيات وأفضل العبارات وألطف الكلمات فسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركات حرفنا لهذه الحلقة هو حرف الضاد وكلمتنا المختارة هي كلمة الضلال وما يتصرف منها وأسئلتنا المعتادة هي ما التأثيل اللغوي لهذه الكلمة وكيف تريد في سياقاتها اللغوية المختلفة وما معناها في كتاب الله عز وجل هذه الأسئلة وغيرها مما سيكون محور لقائنا لهذه الحلقة أعزائي الضلال في اللغة الغياب والهلاك والباطل والنسيان والعدول عن الطريق المستقيم عمدا أو سهوى كثيرا أو قليلا والضلالة سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب وضلالة العمل بطلانه وضياعه قالوا والفرق بين الغي والضلال أن أصل الغي الفساد وأصل الضلال الهلاك فالذي يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ من الغي فيه والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي فيها ذكر أهل التفسير أن الضلال في القرآن الكريم يأتي على عشرة وجوه وقيل على اثنى عشر وجه وذلك على النحو الآتي الوجه الأول التسمية والحكم ومنه قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يعني أنه يسميهم ظالمين كما تقول جهلته إذا سميته جاهلا قال أبو هلال وكل ما نسبه الله إلى نفسه من الضلال فسبيله التسمية والحكم أو الضلال عن الثواب ودليل هذا قوله في سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين وقوله في السورة نفسها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله ويضل الله الظالمين أما قوله تعالى في سورة الأعراف إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء فالفتنة هنا المحنة والابتلاء ونسب الضلال بها إلى نفسه لأن الضلال وقع من بعض الناس عندما ابتلى بها فنسب ذلك إلى نفسه كما قال في سورة التوبة فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني السورة والمراد أنهم ازدادوا رجسا عندها الوجه الثاني من وجوه الضلال النسيان قال تعالى في سورة البقرة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي تنسى وإذا ذهب عن الطريق قيل قد ظل وكذا إذا ذهب عن معرفة الشيء الوجه الثالث عدم العلم بمبلغ الجرم قال تعالى في سورة الشعراء حكاية فعلتها إذن وأنا من الضالين أي لم أعلم أن وكزتي تبلغ القتل كأنه قال فعلتها وأنا ضال عن العلم بها أنها تبلغ القتل ومن ذهب عن الشيء يجوز أن يقال إنه ضل عنه قال الزجاج في قوله تعالى وأنا من الضالين أي من الجاهلين قال أبو هلال هذا خطأ لأن اسم الجاهلين لا يطلق على الأنبياء قال في النزهة وقد ألحق ابن قتيبة هذه الآية بقسم النسيان الوجه الرابع هو ما سنتبينه أعزائي المتابعين والمتابعات بعد هذا الفاصل فكونوا معنا متابعي الأكارم أما الوجه الرابع من وجوه الضلال في القرآن الكريم فالخطأ ومنه قوله تعالى في سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وفي الأحزاب ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وفي القلم وغدوا على حرد قادرين فلما رعوها قالوا إنا لضالون وفي سورة يوسف حكاية إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خطأ بين ولو عنه غير ذلك لكفروا فإن تضليل الأنبياء عليهم السلام على الحقيقة كفر وحقيقة المعنى عندهم أنه ذهب عن الاستواء في تدبير أمر الدنيا لأنه يفضل من لا غنى له على من له غنى ومن الباب قوله تعالى في سورة الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يعني أخطأ طريقا وكذلك في سورة الأعراف وقال في سورة الفرقان وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا يعني أخطأ طريقا وفي سورة القلم قال حكاية إنا لضالون يعني أخطأنا الطريق ونسينا وقال في النساء يبين لكم أن تضلوا يعني أن تخطئوا في قسمة الموارث الخامس من وجوهنا الكفر ومنه قوله تعالى بسورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني بالضالين النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود والقصد غير طريق الذين تريد عقابهم في الآخرة من اليهود والنصارى والغضب من الله العقاب السادس الغفلة قال تعالى في سورة الضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى أي كنت في غفلة عن النبوة لم تدر أنك تؤتاها ودليله قوله في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب وقال بعضهم ضالا أي في قوم ضلال كما قيل أبو عثمان المازني لنزوله في بني مازن وكل من نزل في قوم نسب إليهم أما قول من قال إنه كان على دين قومه فخطأ لأن من يصلح للنبوة لا يجوز له أن يستصوب عبادة الأصنام وقد جعل قوم هذه الآية من الضلال الذي هو ضد الهدى منهم ابن قتيبة وحكي عن ثعلب أنه سئل عن هذه الآية فذكر عن الفراء والكسائي أن معناها ووجدك في قوم ضلال فهداك فقال السائل ليس هذا بمقنع عندي فقال ثعلب عندي غير هذا وهو الصواب قال ما هو قال كنت أدرس منذ مدة فقرأت في آية الدين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فوقفتها هنا فعلمت أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدا الآية أنه كان نساء فهداه إلى الذكر وقد مثل ابن الجوزي أيضا على هذا الضرب عن الضلال بعد الهدى بقوله تعالى في سورة البقرة وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا السابع الإحباط ومنه قوله تعالى في سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه أضل أعمالهم أي أحبطها ولم يحصلوا على ثوابها وعبر في النزهة عن هذا المعنى بالإبطال ومثل عليه أيضا بقوله تعالى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي سورة محمد أيضا فلن يضل أعمالهم الثامن العذاب ومنه قوله تعالى في سورة نوح وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا التاسع تفرق الشيء حتى لا يرى قال تعالى وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقِيلْ أَضَّلَالُ هُنَا الْهَلَكِ أَيْ هَلَكْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا العاشر الصد ومنه قوله تعالى لهم الطائفة منهم أن يضلوك يعني أن يصدوك على الإيمان ويردوك إلى الكفر الحادي عشر الخسار ومنه قوله تعالى في سورة القمر إن المجرمين في ضلال وسعر وعبر عن ذلك الدام غاني في قاموس القرآن بالشقاء قال موجها المعنى في شقاء وعنى ومثل عليه أيضا بقوله تعالى في سورة سباء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد يعني في الشقاء الطويل أما قوله في سورة يوسف إنا لنراها في ضلال مبين وقوله إنك لفي ضلالك القديم وقوله في سورة يسير حكاية إني إذا لفي ضلال مبين وقوله في سورة غافر وما كيد الكافرين إلا في ضلال فالضلال هنا بمعنى الخسران الثاني عشر الحيرة ومنه قوله تعالى في سورة قاف في ضلال بعيد أي في حيرة شديدة أو في حيرة بعيد داؤها بعيد دواؤها وتلافيها ويقال ظل الطائر إذا تحير وظل الصبي مثله أما قوله في سورة الرعد وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فمعناه دعاء الكافرين لأوثانهم باطل لا مرجوع له وظل الشيء إذا بطل وهلك هكذا قال صاحب الوجوه والنظائر أعني العسكرين بهذا أعزائي نكون قد قدمنا المعاني والوجوه والقصود المتصلة بكلمتنا لهذه الحلقة فإلى لقاء في حلقة قادمة ومع كلمة جديدة أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منه مفاهيم الإسلام نلقاها طول الأيام تجمعنا أسكى الأحلام والحافظ يحيا مسرور من كل جديد ومفيد يدن الموعد بالتجديد والأشواف إليه تزيد بالخير فؤاد المغمور بالخير فؤاد المغمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر